أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين طبعاً خلونا نرحب ضفنا الكبير وكاتبنا الصحف الكبير ونائب رئيس مجلس إدارة أو نائب رئيس مجلس أمناء قناة الأهلي كاتبنا الصحف الكبير الأستاذ حمد عزيزيزاك أستاذ حمد أهلاً أهلاً يا كابتن إسلام مشرفين وكالعادة بوجود حضرتك معنا وسعادة الحياة بوجود حضرتك معنا في مثل هذا التوقيت لأن حضرتك تاريخ النادي الأهلي تعرفه جيد أنا نصف قرن أهلاوي و44 عام عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي وأحد أفراد منظومتها الإعلامية على مدى هذه الفترة الطويلة بالتأكيد فرحت كتير جداً 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 إلى درجة الفخر والزهو نعم وأيضاً كانت في بعض الهفوات الكبوات أوكي العثرات النكسات في الوسط أوكي لكن طبعاً كل التجارب بتخليك تعرف إيه اللي بيحصل وإزاي أنا على فكرة هي المرة الثانية نعم التي التقيق على الهواء وجهاً لوجهاً بشرف لي يا فنح المرة الأولى لم تكن في قناة الأهلي أوكي المرة الثانية كانت وأنت مسؤول عن السجد التحليلي في قناة الأهلي نعم وكنت غاضباً جداً من انفعالك مظبوط بعد مباراة الأهلي وسانداونز مظبوط التي خسرها الأهلي وذكرتك وقتها بأنه أنا في يوم كنت في أستاذ القاهرة أيوه وأشاهد مباراة للأهلي والزمالك أوكي وكانت كل الشواهد تقول إن الأهلي سيفوز بفرق لأنه آخر مباراة للأهلي كان كذبان الترسانة 5 صفر وكان الزمالك متعادل مع غزل ثميات ولعيبة الأهلي الفريق كاملاً بكل نجومه الكبار فريق تاريخي فيه ربيع ياسين والكابتن الخطيب والصفى عبده كل الفرقة بأكملها بلا استثناء نعم وخسر الأهلي ولم يكن هناك واحد بشاير رجله وبيجري باستثناء الكابتن ربيع ياسين نعم وعدت إلى أخبار اليوم لألتقي الراحل العظيم الكابتن عبد المجيد نعمان نعم وقلت له أنا يعني هقطع على عيبة النادي الأهلي فقال لي إهدى 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 تعيش تعيش استنى بس شوية وبعدين بعد ساعة كتبت كلام صعب جداً جداً قال لي إن عايزك تقراج كمان ساعة عايزك تقراج كمان ساعة لأنه إذا كنا إحنا إحنا الأهلوية هنكتب كده في لعيبة الأهلي ماذا يقول الآخرون نعم إحنا لعيبة الأهلي الآن دي حثرة ومفيش خالص في الكورة حد يعرف نتيجة المباراة نعم أو كما كان يقول المسيماني لو نعرف نتيجة المباراة قبل أن نلعبها فحيبقى مش محتاجين نتمرن صح لأنه إما عارفين إن إحنا كسبانين أو إما إحنا خسرانين صح في الحالتين اللي ثبته إيه التمرين نعم فكرة القدم أهميتها دراماتيكيتها في أنك لا تستطيع أن تحدد نتيجتها قبل أن تنتهي المباراة تماماً أبداً 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 مضبوط لأنه كل شيء جائز في كرة القدم ترجمة نانسي قنقر